تحت شعارات كاذبة وحجج واهية احتلت أمريكا ودول التحالف العراق قبل عشرين عاماً وأسست لنظام طائفي وحزبي جعله بلداً مدمراً فيما أدت قرارات إدارة بريمر لانهيار مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وتشكيل الأحزاب المسلحة المدعومة من إيران وشرعت الأبواب أمام الكثير من الإجراءات الانتقامية واستهداف مكونات بعينها بالاعتقالات والتغييب القسري وأحكام الإعدام المسيسة وفقاً لمحطة بي بي اس نيوز أورل الأمريكية التي أكدت أن تلك القرارات أدت لتفشي الفساد بشكل غير مسبوق وتدهور الأوضاع الاقتصادية خلال عقدين من الفشل الحكومي فيما وجهت هيئة علماء المسلمين في العراق رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي في الذكرى العشرين لغزو العراق مؤكدة أن الاحتلال وحكوماته عملوا على تأسيس دولة الطغيان والتنكيل والقتل وأن العملية السياسية فشلت بسبب المحاصصة الطائفية والعرقية وأدت إلى تغييب الهوية الوطنية للبلاد وأن تغيير الأوضاع الحالية في العراق يتطلب جهوداً عراقية ودولية استثنائية داعية الشعب العراقي إلى توحيد صفه وبناء عملية سياسية جديدة على أسس المواطنة والكفاءة بعيداً عن المحاصصة والطائفية تعرض الكثير من أبناء العراق خلال مدار العقدين الماضيين للإبادة الجماعية والإرهاب والفقر والتشريد والتهجير القسري وفقدوا مدنهم التي أصبحت منزوعة السكان بفعل الميليشيات الموالية لإيران وأحزاب السلطة بحسب الميثاق الوطني العراقي فيما أشار مجلس عشائر العراق العربية إلى أن العراق أصبح منطلقاً لمشاريع الإجرام والإرهاب وداعماً لأنشطة الميليشيات التابعة لإيران بعد عشرين عاماً من احتلاله بحجة إرساء الديمقراطية بعد عشرين عاماً على غزو العراق تحتفل الأحزاب والميليشيات بهذا اليوم بينما لا يزال العراقيون يواجهون آثار الاحتلال الأمريكي وتداعياته من أزمات متلاحقة ساعدت في انتشار الفقر والبطالة فضلاً عن تغول الأحزاب والميليشيات التي بلغ عددها أكثر من سبعين ميليشيا مسلحة تتلقى الأوامر من طهران وتعمل لخدمة مصالح الاحتلالين الأمريكي والإيراني